بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب السنوية العامة شعبة الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة أبنائي الطلاب معدنا مع درس من دروس مادة التفاضل الدرس هو بعنوان اشتقاق الدلة والأسية واشتقاق الدلة اللغرانية تعالوا الأول نتكلم على اشتقاق الدلة الأسية بس لازم نعرف الأول يعني ايه دلة أسية لو أنا عندي دلة على الشكل الآتي صاد تساوي ألف أس دلة ما لحظوا أن الأساس ألف ده عدد سابت والأس دلة في المتغير سين طالما الأساس سابت والأس متغير في المتغير سين إذن دي تسمى دلة أسية يعني مثلا لما أقول سبعة أس سين تربيع دي يطلق عليها دلة أسية دي تختلف عن أن أنا أقول سين أس سبعة طبعا سين أس سبعة لحظوا أن الأساس هنا متغير سين والأس السابت اللي هو سبعة دي تسمى دلة جبرية عادية بينما لما نقلبها يعني أصبح الأساس هو اللي سابت والأس هو اللي متغير يطلق عليها دلة أسية إزاي نشتق أي دلة أسية بهذا الشكل؟ بكل بساطة إذا كانت صادته ساوي ألف أس أي دلة ما اشتقاكها عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأولاني بنكتب الدلة كما هي يعني نفس الدلة بنكتبها زي ما هي بعد ذلك بنضرب في مشتقة القص بعد ذلك بنضرب في لغرتم الأساس للأساسة يعني لغرتم العدد ألف للأساسة إذن نقدر نقول اشتقاك الدلة الأسية تلت حتة الحتة الأولى نفس الدلة في مشتقة قصها في لغرتمة تاني مشتقة الدلة الأسية عبارة عن نفس الدلة في مشتقة قصها في لغرتمة تعالوا نشوف مثال توضيحي صاد تساوي سبعة قصة سين تكعيف زائد خمسة لماذا يطلق على هذه الدلة بأنها دلة قصية لحظوا أن الأساس سبعة لعدد سابت القص سين تكعيف زائد خمسة ده مقدار من الدرجة الثالثة في المتغير سين إذن واضح أن الأساس سابت والقص متغير عشان كده أطلق عليها دلة قصية عشان نشتقى هذه الدلة زي ما اتفقنا تلت حتة الحتة الأولى هنكتب نفس الدلة زي ما هي يعني ده الصاد دل سين عبارة عن سبعة قصة سين تكعيف زائد خمسة لحظوا أن الدلة كتبت كما هي بعد ذلك في مشتقة القص القص عبارة عن سين تكعيف زائد خمسة اشتقاقه ثلاثة سين تربيع بعد ذلك يتوقع لغارة سبعة للأساس إذن لحظوا أنه عبارة عن ثلاثة أجزاء نفس الدلة في مشتقة قصها في لغارة سبعة للأساس تعالوا مع بعض نشوف مثال توضيح أي آخر لما أقول صاد تساوي ثلاثة أس قاسي لحظوا أن الأساس ثلاثة عدد سابت والأس قاسي متغير طالما سابت أس متغير تسمى دلة أسين اشتقاقها حسب القاعدة اللي قلنا عليها ثلاثة أجزاء نفس الدلة في مشتقة قصها في لغارة ما يبقى نقول دلسات دلسين عبارة عن نفس الدلة يعني ثلاثة أس قاسي في مشتقة القص لحظوا القص هنا عبارة عن قاسين دي دلة مسلسية مشتقة القاسين يا شباب طبعا كلنا عارفين قاسين زاسين يأتبقى لاي في لغارة متلاتة للأساس بكده عارفنا ازاي نشتق الدلة القصية زات الأساس العادي الاهمة عندنا بقى ابناء الطلاب هنتعلم حالا هنشتق الدلة القصية زات الأساس الطبيعي اللي هو العدد النيبيري عنوان الحالي اشتقاق الدلة القصية تساوي ه قسم دلة سين لاحظوا ان الأساس هنا هو العدد النيبيري والقص عندي متغير اللي هو دلت سين اشتقاكها هيبقى تلات أجزاء فقط اشتقاكها هيبقى جزئين فقط ابناء الطلاب اشتقاكها هيبقى جزئين فقط الجزء الأول نفس الدلة بعد ذلك في مشتقة قصة طيب فين الجزء التالت اللي احنا قلناه في القاعدة السابقة المفروض ان انا اقول في لغة رتمه للأساس هي اللي هو طبعا بواحد عشان كده هنكتفي نفس الدلة في مشتقة قصة يبقى عشان كده هنخلي بالنا ابناء الطلاب وانا بشتقة دلة القصية هل الاساس هو الاساس الطبيعي ولا اساس عادي جدا اي عدد غير العدد اذا كان الاساس عدد عادي غير العدد يبقى اشتقاكها تلات أجزاء نفس الدلة في مشتقة قصها في لغة رتم العدد للأساس اما اذا كنت بشتقة دلة قصية ذات اساس طبيعي اللي هو هت هيبقى اشتقاكها عبارة عن جزئين فقط نفس الدلة في مشتقة قصة يبقى مشتقة الدلة القصية ذات الاساس الطبيعي قاعدته هي نفس الدلة في مشتقة قصة تعالوا نوضح ذلك بمثال صاد تساوي ه قصة اتنين سين تربيع زاد واحد لحظوا ان دي دلة قصية ذات اساس طبيعي اشتقاكها حسب القاعدة نفس الدلة في مشتقة قصة نفس الدلة يعني هنكتب هه قصة اتنين سين تربيع زاد واحد كتبنا الدلة زي ما هي بعد ذلك اضرب في مشتقة القص القصة هنا اتنين سين تربيع زاد واحد اشتقاكه طبعا اربعة سين لحظوا ان النتيجة عبارة عن جزئين بس مش تلات اجزاء ده ده لأن الاساس هنا للاساس الطبيعي اللي هو ايه نشوف نسال اخر صاد تساوي هه قصة ثلاثة ناقص قطة اتنين سين ايضا دي دلة قصية زاد اساس طبيعي عشان نشتقها اتفقنا نفس الدلة في مشتقة قصة يبقى هنكتب نفس الدلة زي ما هي يبقى هه قصة ثلاثة ناقص قطة سين في مشتقة القص لحظوا القصة اللي عبارة عن ثلاثة ناقص قطة اتنين سين التلاتة طبعا اشتقاقها بصفر وقطة اتنين سين اشتقاقها سالب اتنين قطة سين زادا سين طبعا في وجود السالب اللي أمام القطة هصبح سالب في سالب بموجب عشان كده هنقول اتنين قطة سين زادا سين تعالوا مع بعض ناخد مجموعة من الأمثلة على هيئة اسئلة اختيار من متعد اول سؤال بيقولي صد تساوي هك اتنين سين تكعيب ناقص خمسة سين زادا اربعة فإن دل صد دل سين عند سين يساوي واحد يساوي نقطة ومديني طبعا عدة اختيار كل ما في الأمر ابناء طلاب هنشتق هذه الدلة بعد ما نخلص الاشتقاق نعوض عن سين بواحد هذه الدلة تعتبر دلة قصية زاد أساس طبيعي اشتقاق هقولنا نفس الدلة في مشتقة قصة يبقى انا هقوله دل صد دل سين وساوي نفس الدلة يعني هيئة قصة اتنين سين تكعيب ناقص خمسة سين زادا اربعة ناحظوا ان الدلة نزلت زي ما هي بعد ذلك اقول في مشتقة قصة مشتقة القصة انا عبارة عن ستة سين تربيع ناقص خمسة دي كده خلاص خطوة الاشتقاق تعالوا مباشرة نعوض عن سين بواحد يبقى اصبحت هف قص اتنين في واحد تكعيب يعني اتنين في واحد ناقص خمسة في واحد بخمسة زادا اربعة يبقى هذه الجزئية اتنين ناقص خمسة زادا اربعة هتعتبر بواحد يبقى اصبح هذه الجزئية هف قص واحد بعد ذلك ستة في واحد تربية يعني ستة ناقص خمسة بواحد يبقى الناتج النهائي هف قص واحد في واحد الناتج هيكون هف وبالتالي اختياري الصحيح لهذا السؤال هو الاختيار الاخير نشوف مع بعض المسال التاني صد تساوي سين تربيع هيك قص ثلاثة سين زاد خمسة ده الصد ده السين عند سين تساوي سالب واحد يساوي نقط ومديني ايضا عدة اختيارات يعني في هذا المسال مديني دلة وعايز يشتقها ويعاوض عن سين بسالب واحد نخلي بالنا في هذا السؤال ابناء الطلاب صد بتساوي سين تربيع مضروبة في هيك قص ثلاثة سين زاد خمسة لحظوا ان هي على هيئة حاصل ضرب دلتين يبقى انا اشتقها هخلي بالي بقاعدة الضرب اللي بتقول الاولى في مشتقة الثانية زاد التانية في مشتقة الاولى يبقى دل صد دل سين تساوي الدلة الاولى اللي هي سين تربيع في مشتقة الدلة التانية الدلة التانية هيك أس ثلاثة سين زاد خمسة اشتقها هي أس ثلاثة سين زاد خمسة في مشتقة الأس اللي هو ثلاثة يعني ثلاثة في هي أس ثلاثة سين زاد خمسة كده حققنا الجزء اللي بيقول الاولى في مشتقة التانية يتبقى اللي هي زاد الدلة التانية اللي هي هي أس ثلاثة سين زاد خمسة في مشتقة الدلة الأولى اللي هي سين تربيع اشتقاقها اتنين سين كده خلاص انتهينا من خطوة الاشتقاق يتبقى لي التعويض عن سين تساوي سالب واحد طبعا سالب واحد لما ربعها احصل على واحد في هيقص تلاتة في سالب واحد بسالب ثلاثة زائد خمسة يعني هي تربيع ناقص عشان اتنين في سالب واحد بسالب اتنين عشان كده قلنا ناقص هيقص تلاتة بسالب واحد بسالب 3 زاد 5 يعني هي قص 2 كده أصبح الناتج 3 هي تربيع ناقص 2 هي تربيع هيكون النتيجة النهائية هي تربيع وبالتالي إجابتي الصحيحة في هذا السؤال هي الإجابة الأولى تعالوا مع بعض نشوف النثال الثالث المثال بيقول إذا كانت الصاد تساوي هي قص كاف سين فإن دل 3 صاد على دل سين تكعيب يساوي نقاط صاد ومديني عدة اختيرات هذا السؤال معناه إن أنا هشتق الدلة اللي أمامي ثلاث مرات متتالية واساوي الناتج وقارن الناتج بالطرف الأيسر فأعرف مكان النقاط هيكون كام صاد تعالوا الأول نجيب المشتقة الأولى لهذه الدلة دل صاد دل سين تساوي هي قص كاف سين فكاف يعني ممكن نقول كاف هي قص كاف سين كده خلاص جبنا المشتقة الأولى تعالوا مباشرة نجيب منها المشتقة الثانية يعني دل 2 صاد على دل سين تربيه كلمت لكم دي لا تعتبر حاصل ضرب دل ته ليه؟ لأن الكاف هنا يعتبر عدد سابت مضروب في هي قص كاف سين إذن هي دل واحدة اشتقاقها هي قص كاف سين في كاف عشان كده هيكون كاف تربيه هي قص كاف سين تعالوا من المشتقة الثانية نجيب المشتقة الثالثة يعني دل 3 صاد على دل سين تكعيب عبارة عن كاف تكعيب هي قص كاف سين برضو هي قص كاف سين اشتقاقها هيبه هي قص كاف سين في كاف كاف لما تضرب في كاف تربيه فاحصل على كاف تكعيب لاحظوا أن هي قص كاف سين هي الدلال أصلية إذا ممكن نعتبر النتيجة كاف تكعيب صاد وبالتالي لما قارن هذه النتيجة بالإجابة اللي هو مدهالي بيقول لي نقط صاد يبقى واضح اللي حل محل النقط هو كاف تكعيب وبالتالي اختياري الصحيح هذا السؤال هو الاختيار التاني نشوف مع بعض المثال الرابع المثال بيقول لي هي قص سين صاد يساوي سين تربيع زائد صاد تكعيب عاوز دل صاد دل سين عند سين تساوي صفر يساوي نقط رديني عدة اختيارات هذه الدلة أبناء الطلاب لحظوا أن هي دلة قصية وفي نفس الوقت الدلة ضمنية طبعا الدلة ضمنية عشان أجيب قيمة الاشتقاق منها لازم يكون معايا قيمة المسقط السيني وقيمة المسقط الصادي يعني معايا زوج مرتب وفي هذه الحالة مديني المسقط السيني فقط يعني مديني سين بتساوي صفر يبقى أنا قبل ما أجيب اشتقاق الدلة تعالوا الأول نجيب المسقط الصادي هرجع في الدلة الأصلية وعوض عن كل سين تساوي صفر يعني نقوله بوضع سين تساوي صفر نعوض يبقى أصبح هي قص صفر في صاد بصفر يبقى هي قص صفر ليه طبعا بواحد وسين تربيع يعني صفر تربيع بصفر زائد صاد تكعيب من خلال هاي يبقى صاد هتساوي واحد وبالتالي أصبح السؤال هو عاوض دال صاد دال سين عند النقطة واحد عند النقطة صفر واحد طيب تعالوا بقى نشتقى هذه الدلة ونخلي بالنا أن الطرف الأيمن دلة أصية والطرف الثاني دلة ضمنها بالنسبة للدلة الأصية اللي في طرف الأيمن اشتقاقها طبعا نفس الدلة في مشتقة أصة يبقى اشتقاقها عبارة عن هيك أص سين صاد في مشتقة الأص لحظوا أن القص عبارة عن سين في صاد يشتق كحاصل ضرب دالتين الأولى اللي هي السين في مشتقة الثانية اللي هي دال صاد دال سين زائد الثانية اللي هي صاد في مشتقة الأولى تساوي واحد كده اشتقينا الطرف الأيمن الطرف الأيمن طبعا سين تربيع تشتق بالنسبة لسين دال سين وصاد تكعيب تشتق بالنسبة لسين ثلاثة صاد تربيع دل صاد دل صين كده خلاص انتهيت من خطوة الاشتقاق يتبقى لتعويض عن كل صين بصفر وكل صاد بواحد تعالوا نقعد كده عن صين بصفر وصاد بواحد يبقى هذه الجزئية هي قصة صفر في واحد يعني هي قصة صفر مضروبة في صفر زاء صفر طبعا في دل صاد دل صين يعني صفر زاء الصاد اللي هي بواحد الطرف الايصر 2 في صفر بصفر وصاد بواحد يعني اتواحد تربيع بواحد مضروف في تلاتة يبقى تلاتة دل صاد دل صين طبعا في الطرف الايمن هي قصة صفر بواحد مضروبة في واحد يبقى الطرف الايمن بواحد يبقى اصبح دل صاد دل صين تساوي واحد على تلاتة وبالتالي اجابتي الصحيحة لهذا السؤال ليه الإجابة التانية نشوف مع بعض المثال الخامس بيقول لي معادلة المماس لمنحنة الدلة صاد تساوي هيكوس اتنين سين جاتا سين عنده سين تساوي صفر هي نقطة ومديني عدة اختراف طبعا عشان نجيب معادلة المماس أنا محتاج ميل المماس ومحتاج نقطة على المنحنة طبعا هم الديني عنده سين بتساوي صفر نعود في الدلة الأصلية على سين بصفر أشوف صاد بكامل وبالتالي أصبحت صاد تساوي هيكوس صفر في جاتا صفر أحصل على واحد وبالتالي النقطة هي صفر واحد يبقى أصبح السؤال هو عاوز معادلة المماس للمرحنة عند النقطة صفر واحد إحنا عشان نجيب معادلة المماس أنا محتاج الميل والنقطة الميل هنجيبه من الاشتقاق يبقى هنبدأ نشتاق الدلة يبقى دل صاد دلسين تساوي لحظوا أن الطرف الأيسر عبارة عن حاصل ضرب دلتين دلة أسية مضروبة في دلة مسلسين الأولى اللي هي هيكوس اتنين سين في مشتقة التانية اللي هو سالب جاسي زائد التانية اللي هيكوسين في مشتقة الأولى اللي هو اتنين هيكوس اتنين سين كده خلاص جبنا الاشتقاق تعالوا معاود عن كل سين بصفر وكل صاد بوعي يبقى أصبح دل صاد دلسين تساوي هيكوس الصفر في جاسفر طبعا بصفر زائد جاسفر في اتنين هيكوس صفر طبعا بكل بساطة باستخدام اللي قال حسبة هيكون النتيجة اتنين ده معناه ان ميل المماس باثنين كده أصبح عندي متوفر ميل المماس وأصبح عندي كمان نقطة صفر واحد معادلة المماس هي صاد ناقص صاد واحد يساوي الميل في سين ناقص صفر واحد ودي تم درستها في الصف الأول السنوي وكمان تم درستها في المرحلة الإعدادية يبقى أصبح صاد ناقص صاد واحد يعني صاد ناقص واحد يساوي الميل اللي هو اتنين مضروب في سين ناقص صفر باختصار هذه المعادلة هنحصل على اتنين سين ناقص صاد زائد واحد يساوي صفر وبالتالي اختياري الصحيح هو الاختيار الثلاث شوف مع بعض مثال آخر إذا كان هف قس دلت سين تساوي سين تربيع زاد واحد فإن دل شرطة اثنين تساوي نقطة ومديني عدة اختيار طيب أول حاجة بناء الطلاب الطرف الأيمن هف قس دلت سين عشان أشتق هذه الدلة زي ما تفانى مشتقة الدلة القسية زاد الأساس الطبيعي نفس الدلة في مشتقة قسة يبقى أنا أقوله بالاشتقاق بالنسبة لسين يبقى الطرف الأيمن عبارة عن قس دلت سين في مشتقة القس اللي هو دل شرطة سين الطرف الأيصر طبعا اثنين سين زائد واحد هو طالب مني دل شرطة اثنين يعني هستبدل كل سين باثنين يبقى أصبح الطرف الأيمن عبارة عن قس دلت اثنين في دل شرطة اثنين يساوي أربعة طيب أنا عندي هي أستدلة 2 ما عرفش قيمتها ولكن بالتعويض في الدلة الأصلية تعالوا كده نحط سين ب2 يبقى أصبحت هي أستدلة 2 تساوي 2 تربية ب4 زي 1 ب5 يبقى هي أستدلة 2 هتساوي 5 يبقى هذه الجزئية هنعوض موبا شرطا ب5 يبقى 5 في دال شرطة 2 تساوي 4 ومن خلالها بكل السهولة يبقى دال شرطة 2 تساوي 4 على 5 وبالتالي إجابة الصحيح على هذا المثال هي الإجابة الثانية نشوف مع بعض المثال السابع إذا كانت صاد تساوي هه أستسين تكعيب نقص 4 وما كانت 3 دال صاد دال سين يساوي ميم سين تربيع صاد فإن ميم تساوي نقاطهم الديني عدة اخترا في هذا المثال أنا مطالب إيجاد دال صاد دال سين ثم هضربها في ثلاثة واسويها بميم سين تربيع صاد من خلالها قدر عرفتين من قلمه تعالوا الأول نجيب المشتقة الأولى لهذه الدل طبعا دال صاد دال سين نفس الدلة في مشتقة قصة يبقى هه أستسين تكعيب نقص 4 في مشتقة القصة اللي هو ثلاثة سين تربيع طيب كده خلاص جبنا المشتقة الأولى للدل لاحظوا إن الجزئية هه أستسين تكعيب نقص 4 هي الدلة الأصلية هي الدلة الأصلية إذا ممكنك نتيجة الاشتقاق ثلاثة سين تربيع صاد أدي الثلاثة وأدي الثلاثة سين تربيع والجزئية هه أستسين تكعيب نقص 4 هي الدلة الأصلية اللي هي صاد طيب هو أيني في السؤال ثلاثة دال صاد دال سين يساوي ميم سين تربيع صاد أنا أحتاج في الطرف الأيمن ثلاثة عشان كده أقول بضرب هذه المعادلة في ثلاثة يبقى ثلاثة دال صاد دال سين يساوي تسعة سين تربيع صاد بالمقارنة يبقى تسعة سين تربيع صاد بتساوي ميم سين تربيع صاد من خلالها بكل سهولة واضح إن الميم تساوي تسعة وبالتالي اختياري الصحيح لهذا السؤال هو الاختيار الرابع تشوف مع بعض المثال التامن إذا كان ههقس سين تربيع تساوي ههقس اتنين صاد فإن سين ده لصاد ده لسين يساوي نقط ومديني عدة اختيار فهذا المثال الطرف الأيمن ده اللي عادية اللي هي سين تربيع والطرف الأيصر دلة قسية زاد أساس طبيعية هنبدأ نشتقى هذه الدلة بالنسبة للمتغير سين يبقى الطرف الأيمن عبارة عن اتنين سين والطرف الأيصر طبعا هي قس اتنين صاد في مشتقة القس اللي هو اتنين ده الصاد ده السين أقدر أحزف الاتنين مع الاتنين يبقى أصبح السين أصبحت السين تربيع هي قسة اتنين صاد تساوي طبعا من خلالها يبقى اتنين سين طيب بص يا ابناء الطلاب آدي عندنا اتنين سين بتساوي هي قسة اتنين صاد في اتنين ده الصاد ده السين في السؤال هو إيه اللي سين ده الصاد ده السين طب ايه رأيكم نقدر بطرفية هذه المعادلة في سين يبقى أصبح عندي سين تربيع بتساوي هي قسة اتنين صاد بالاشتقاق يبقى اتنين سين بتساوي اشتقاق الطرف الأيصر اتنين سين تربيع ده الصاد ده السين ومن خلالها يبقى سين ده الصاد ده السين تساوي واحد وبالتالي اختياري الصحيح هو الاختيار الأول وشوف مع بعض المثال التاسع والأخير في اشتقاق الدلة القسية ثم بعد ذلك منتقل الى اشتقاق الدلة اللغة الاثنين المثال بيقول المماس للمنحنة صاد ناقص هي قسسين صاد زائد سين يساوي صفر يكون رأسيا عند النقطة نقطة ومديني عدة اختيارات أولا أبناء الطلاب يعني ايه المماس رأسيا لما يقولي في السؤال المماس رأسيا معنى ذلك أن المماس يوازي محور صاد طالما المماس يوازي محور صاد معنى ذلك أن المشتقة الأولى للدلة غير معرفة غير معرفة ده معناه أننا هجيب المشتقة الأولى للدلة وهتكون غالبا في صورة بسط ومقام وعشان يكون البسط على المقام غير معرف لابد أن يكون المقام تساه سفر تعالوا الأول نجيب المشتقة الأولى لهذه الدلة هتقوله بالاشتقاق بالنسبة لسين يبقى أصبح دل صاد دل سين ناقص هي قسسين صاد تشتق نفس الدلة اللي هي قسسين صاد في مشتقة الأسر هو عبارة عن حاصل ضرب دلتين الأولى في مشتقة التانية يعني سين في دل صاد دل سين زادة التانية اللي هي صاد في مشتقة الأولى اللي هي بوع بعد ذلك السين مشتقة طبعا بوع طيب إزاي نحصل على دل صاد دل سين من هذه العلاقة هتطر أضرب هي قسسين صاد داخل القوس يبقى أصبح شكل العلاقة هو دل صاد دل سين ناقص هي قسسين صاد مضروبة في سين دل صاد دل سين ناقص هي قسسين صاد مضروبة في صاد زائد واحد وساوي سفر من الحد الأول والحد الثاني نقدر ناخد دل صاد دل سين عامل مشترك يبقى اصبح دل صد دل سين مضروبة فيه واحد ناقص هه قسسين صاد في سين الجزء الباقي هبدأ نقلو بره بإشارات مخلفة هحصل على هه قسسين صاد في صاد ناقص واحد ومن خلالها يبقى دل صاد دل سين تساوي هه قسسين صاد في صاد ناقص واحد على واحد ناقص هه قسسين صاد في سين هذه هي المشتقة الأولى للدلم طيب هو أهلي المماس رأسي المماس مش هيكون رأسي إلا إذا كان المقام يساوي صفر طبعا عشان أخذ المعادلة وساويها بصفر هبقى حلها صعب جدا يبقى الطريقة البديلة إن أنا أخذ النقاط اللي هي موجودة في الحلول وأجرب بيها اللي تجعل المقام بصفر يبقى هي عن نقطة الصحية لو عوضنا عن سين بواحد قساد بواحد يبقى أصبح المقام عبارة عن واحد ناقص هه قس واحد في واحد يعني واحد ناقص هه طبعا مش بصفر طب لو أخذنا النقطة صفر وصفر هيبقى واحد ناقص هه قس صفر في صفر يعني واحد ناقص صفر برضو هطلعني بواحد إذا ما تسويش صفر نجرب النقطة واحد وصفر يعني نعوض عن سين een واحد والصاد بصفر يبقى واحد ناقص هه قس سين صاد يعني واحد في صفر اللي هو بصفر طبعا هي قس صفر بواحد مضروبة في سين اللي هي بواحد يعني أصبح المقام واحد نقص واحد بصفر وبالتالي النقطة التي تجعل المقام بصفر وبالتالي المشتقة غير موجودة أو غير معرفة وده معناه أن المماس رأسي هي النقطة واحد وصفر هي النقطة الوحيدة التي تجعل هذه المشتقة غير معرفة وبالتالي إيجادتي الصحيحة هي الإجابة الثالثة كده أبناء الطلاب انتهينا من اشتقاق الدلال أسية نقولها تاني بسرعة الدلال أسية العادية اللي هي أساسها عدد عادي قلنا اشتقاقها نفس الدلة في مشتقة أسها في لغة رتم الأساس للعدد هنا يعني لغة رتم العدد للأساس هنا طيب أما لو كان الدلال أسية ذات أساس طبيعي يبقى اشتقاقها نفس الدلة في مشتقة أسها ننتقل إلى اشتقاق الدلة اللغة اثنين إذا كانت صاد تساوي لغريتم دلة سين للأساس ألف إذا نشتق هذه الدلة أبناء الطلاب هذه الدلة دلة لغريتمية بكل بساطة اشتقاك الدلة لغريتمية برضو ثلاث أجزاء هنقول واحد على الدلة في مشتقة الدلة في لغريتم هيت للأساس ألف تاني أبناء الطلاب اشتقاك الدلة اللغرتمية واحد على الدلة في مشتقة الدلة في لغريتم هيت للأساس ألف تاني لغريتم دلة سين للأساس ألف اشتقاكها واحد على دلة سين في دال شرطها سين في لغريتم هيت للأساس ألف يعني ثلاث أجزاء ناخد نموذج لمسال ص بساوي لغريتم سين تكعيب زائد واحد للأساس خمسة اشتقاكها عبارة عن واحد على الدلة يعني واحد على سين تكعيب زائد واحد في مشتقة الدلة يعني مشتقة سين تكعيب زائد واحد اللي هو ثلاثة سين تربيع يتبقى ليه في لغارتم خمسة في لغارتم هيه للأساس خمسة. أدي جزء ودي جزء ودي جزء. يبقى اشتقاك الدلة القصية لأساسها أي عدد في الدنيا غير العدد الطبيعي واحد على الدلة في مشتقطها في لغارتم هيه للأساس ألم. طبع مثال كمان صد تساوي لغارتم قاسي للأساس ثلاثة. يبقى اشتقاكها واحد على قاسين يعني واحد على الدلة في مشتقط القاسين اللي هو قاسين زاسين بعد ذلك لغارتم هيه للأساس ثلاثة. هذه الطريقة الشباب هي اشتقاك الدلة اللغارتمية إذا كان الأساس اللي هو تحت الواو أي عدد غير العدد الطبيعي هيه. طب لو كان بقى أساسها هو الأساس الطبيعي هي. يعني اشتقاك الدلة القصية زات الأساس الطبيعي اشتقاك الدلة القصية زات الأساس الطبيعي إذا كانت صادت وساوي لغارتما دلة سين للأساس هاته اشتقاك عبارة عن جزئين أبناء الطلاب نفس الدلة في مشتق واحد على الدلة في مشتقط تاني اشتقاك اشتقاك الدلة اللغارتمية زاد الأساس الطبيعي واحد على الدلة في مشتقط تاني واحد على الدلة في مشتقط يعني ايه الفرق بين اشتقاك الدلة القصية زاد الأساس العادي بينها وبين اشتقاك الدلة اللغارتمية تاني يا شباب ايه الفرق بين اشتقاك الدلة اللغارتمية زاد الأساس العادي بينها وبين اشتقاك الدلة اللغارتمية زاد الأساس الطبيعي في الدلة اللي هي زاد الأساس العادي واحد على الدلة في مشتقطها في لغارتمها من الأساس اللي موجود أما لو كان الأساس طبيعي هنقول واحد على الدلة في مشتقتها فقط تعالوا نشوف مثال صد تساوي لغة رتم خمسة سين للأساسة صد تساوي لغة رتم خمسة سين للأساسة دي تسمى دلة لغة رتمية زات أساس طبيعي اشتقاقها واحد على الدلة في مشتقتها يعني اشتقاق هذه الدلة واحد على خمسة سين في مشتقت الخمسة سين اللي هو الخمس وممكن بقى طبعا نختصر الخمسة مع الخمسة يبقى الناتج النهائي واحد على سين مثال آخر صد بتساوي لغة رتم جاتا سين للأساسة اشتقاقها واحد على الدلة يعني واحد على جاتا سين في مشتقت الجاتا سين اللي هو سالب جاتا سين أصبح الشكل النهائي للاشتقاق سالب جاتا سين على جاتا سين اللي هو سالب زا سين فعلا نأخذ مجموعة من التمارين اختيار من المتعدد أول مثال معنا بيقول ميل المماس لمنحنة دلة صد تساوي سين لغريتني سين للأساس هي عنده سين تساوي هي يساوي نقطه مديني أربع اختيار طبعا ميل المماس أحد أسماء المشتقة الأولى للدلة يعني لما يطلب مني ميل المماس لمنحنة دلة كأنه بيقول لي يوجد المشتقة الأولى لهذه الدلة عنده سين تساوي هي دي دلة أسية ولكن نخلي بالنا ابناء طلاب صاد تساوي سين لغريتني سين للأساس هي لما أجل أشتقها أشتقها كحاصل ضرب دلتين الدلة الأولى هي سين والدلة التانية هي لغريتني سين للأساس هي يبقى أصبح دل صاد دلسين تساوي الأولى سين في مشتقة الدلة التانية الدلة التانية عبارة عن دلة لغريتمية زاية أساس طبيعي اشتقاقها واحد عدالة في مشتقة يعني واحد على سين طبعا في واحد ملوش لازمة كده خلاص قلنا الاولى في مشتقة الثانية زائد التانية اللي هي لغارتن سين للأساس في مشتقة الاولى اللي هو طبعا بواحد كده خلاص انتهينا من خطة الاشتقاق طبعا ممكن اختصرها هحصل على واحد زائد لغارتن سين للأساس تعالوا نعوض عن سين تساوي هات يبقى اصبح ده الصاد ده السين تساوي واحد زائد لغارتن للأساس اللي هي طبعا ايضا بواحد يبقى واحد زائد واحد هيساوي اتنين وبالتالي ده الصاد ده السين هتساوي اتنين يبقى اختياري الصحيح هو الاختيار التالت نشوف مع بعض المثال التاني اذا كانت صاد تساوي لغارتن قاسين زائد زاصين للأساس فإن ده الصاد ده السين يساوي نقطه مديني عدة اختيارة امامي ده لغارتن زائد اساس طبيعي اشتققها واحد عددل في مشتقط يبقى ده الصاد ده السين عبارة عن واحد على واحد على قا سين زائد زا سين في مشتقة مشتقة القا قا زا ومشتقة الزا بقا تربيه تاني يا ابناء الطلاب دلسات دلسين عبارة عن واحد على الدلة يعني واحد على قا سين زائد زا سين في مشتقة الدلة نفسها مشتقة القا قا زا ومشتقة الزا بقا تربيه لحظوا القوس الثاني اللي هو قا سين زا سين زائد قا تربيه سين إيه رأيكوة ابناء الطلاب لو سحبنا قاسين عامل مشترك يبقى أصبح ده الصد درسين عبارة عن واحد على قاسين زائد زاصين مضروبة في قاسين مضروبة في زاصين زائد قاسين المقام قاسين زائد زاصين وهذا القوس زاصين زائد قاسين ممكن يروحوا مع بعض يتبقى الناتج النهائي واحد في قاسين بقاسين وبالتالي إجابتي الصحيحة لهذا السؤال هي الإجابة الأخيرة نشوف مع بعض المثال الثالث اوجد قيم سين التي تجعل المماس للمنحنة صاد تساوي سين تكعيب لغارة سين للأساسة موازيا لمحور السينات طبعا قيم سين هو عايزها ده يعتبر سؤال مقالي طيب عشان نجيب قيم سين يا شباب التي عندها المماس موازي لمحور السينات لازم نكون عارفين كويس جدا ما معنى أن المماس يوازي محور السينات عندما يكون المماس موازيا لمحور السينات ده معناه أن المشتقة الأولى للدلة هتساوصف نخلي بنا في فرق بين أن أقول يوازي محور السينات ويوازي محور السينات يوازي محور السينات ده معناه أن المشتقة الأولى بينما يوازي محور صادات ده معناه أن المشتقى الأولى غير معرف أحياناً أبناء الطلاب بدلاً يقولي موازياً لمحور السنات أحياناً يقولي المماس أفقي هي نفس المعنى تماماً لما يقولي في السؤال المماس أفقي يبقى إنه بيقولي المماس يوازي محور السنات أما لو قالي المماس رأسي ده معناه أن يوازي محور صاد في هذا المثال المماس يوازي محور سين ده معناه أن المشتقى الأولى تساوسك يبقى هنجيب المشتقة الأولى ونساوي بصفر ثم نبدأ نحل المعادلة الأمامية طبعا هنا عبارة عن حاصل ضرب الدلتين الأولى اللي هي سين تكعيب في مشتقة الثانية اللي هي واحد على سين زائد الثانية اللي هي لغارة مسين للأساسة في مشتقة الأولى اللي هي تلاتة سين تربية طبعا عشان خاطر المماس يوازي بحر السينات ده معناه أن المشتقة الأولى بتساوي صفر يبقى أنا هبدأ أساوي هذا المقدار بالصفر سين تكعيب لما اضربها في واحد على سين تعني سين تربيع زائد ثلاثة سين تربيع لغارة مسين للأساسة هتساوي صفر سوف أبدأ أتعامل مع هذه المعادلة بكل بساطة أخذ سين تربيع عامل مشترك هتبقى ليه واحد زائد لغارة مسين للأساسة يساوي صفر وده معناه أن إما سين تساوي صفر أو واحد زائد ثلاثة لغارة مسين للأساسة يساوي صفر ومن خلالها لغيرتما السين تكعيب للأساس هي تساوي سالب واحد إيهließlich what the thing happens طبعا الواحد إيشارته مجابًا أن أقلت في الجهد الأخرى بإشارة سالبة تلاتة لغيرتما السين للأساس هي احنا أخذنا من قواعد اللغرتمات أن المعامل ممكن يطلع قص عشتك به الثلاتة إلي قدام اللغرات ما قال لها قص السين يعني لغيرتما السين تكعيب للأساس هي طبعا تساوي سالب واحد ومن خلالها يبقى سين تكعيب تساوي هي أسة سالب 1 نجيب الجزر التكعيبي للطرفين يبقى سين تساوي الجزر التكعيبي له هي أسة سالب 1 يبقى قيم سين التي عندها المماس للمنحلة الأمامها موزيلا لمحر الصنان ليه تعني المماس أفقي هي إما سين تساوي صف أو سين تساوي الجزر التكعيبي له هي أسة سالب 1 تعني ابوا بعض chuvé الن scout الرابع المثال بيقول إذا كانت صاد تساوي لغارة مجاسيتة للأساس هات وسين تساوي قاتل سيتا اوجد دل صاد دل سين هذه الدلة أمامي يا ابناء طلاب هي دلة لغارة مية وجواها دلة مسلسية وفي نفس الوقت اشتقاك هذه الدلة هنستخدم قاعدة الاشتقاك البرامتر ليه أنا محتاج دل صاد دل سين والمثال الأمامي الصاد مش مرتبطة بأي ارتباط بالسين يبقى لازم نخش الدل صاد دل سين عن طريق الاشتقاك البرامتر في الاشتقاك البرامتر يعني اشتق الدلة الأولى لوحدها اللي هي دل صاد دل سيتا هتساوي واحد على جا سيتا في جا سيتا اللي هي تعتبر زا سيتا يبقى الدلة الأولى دل صاد دل سين هتساوي زا سيتا الدلة التانية هقول دل صاد دل سيتا طبعا مشتقة القطة سالب قطة زا كده خلاص أنا جبت دل صاد دل سيتا ودالسين دالسيتا أنا مش محتاج لدي ولا دي أنا محتاج دالصاد على دالسين يبقى بكل بساطة أقدر أقدر أقسم الأولى على التانية يعني أقوله دالصاد دالسين عبارة عن دالصاد دالسيتا في دالسين في دالسيتا على دالسين وبالتالي هقسم الأولى على التانية يبقى أصبح دالصاد دالسين تساوي زطا سيتا في واحد على سالب قطة سيتا زطا سيتا أقدر أمشي زاتا سيتا مع زاتا سيتا هتبقى ليه واحد سالب واحد علاقاتها سيتا طبعا واحد علاقاتها اللي هي الجا يبقى النتج النهائي سالب جا سيتا وبالتالي اختيار الصحيح هو الاختيار الأول نشوف مع بعض المثال الخامس إذا كان دلت سين تساوي سين تربيع ناقص ثلاثة لغارة من خمسة سين للأساسات فإن دل شرطة ثلاثة تساوي نقاط ومديني عدة اختيار هنشتق الدل عادي جدا ثم نعوض عن سين بثلاثة إذا دل شرطة سين تساوي سين تربيع تشتق اثنين سين ناقص ثلاثة لغارة من خمسة سين للأساسات هي ثلاثة في واحد على خمسة سين في خمسة هتختصر واحد على سين مباشرة نعوض عن سين بثلاثة اثنين في ثلاثة بستة ناقص ثلاثة في طولت اللي هي بواحد ستة ناص واحد يساوي خمسة وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة رقم أربعة نشوف مع بعض المسائل السادس في اشتقاق الدل اللغرة مية دل تسين تساوي لغارة جزر زاسين للأساسات فإن دل شرطة باي على أربعة يساوي نقاط ومعايا عدة اختيارات هذه الدلة تعتبر لأبناء الطلاب دلة مركبة هي في الأصل دلة لغارة مية ودخلها دلة جزرية وداخل الدلة جزرية دلة مسلسية عشان كده هذا المثال يعتبر مثال هامل للغاية طيب دل شرطة سين اشتقات زي هاشتقها وكأنها دلة لغارة مية زي أساس طبيعي يعني واحد على الدلة في مشتقة يبقى دل شرطة سين عبارة عن واحد على جزر زاسين في مشتقة جزر زاسين لما أجي أشتقة أبناء الطلاب جزر زاسين هاشتقها وكأنها جزر تنبيعي عادي جدا مشتقة أي جزر تنبيعي بنعمل شرطة جزر ونقول تحت اتنين في الجزر زي ما هو وفي بسطة عندي مشتقة ما بداخل الجزر وبالتالي مضروبة في قاتر بيع سين على اتنين زاسين لما نختصر هذا الكلام هحصل على قاتر بيع سين على اتنين زاسين تعالوا نعوض مباشرة عن سين بباي على أربعة يعني خمسة واربعين درجة إذا ده لشرطة بيع على أربعة تساوي قاتر بيع خمسة واربعين على اتنين زار خمسة واربعين استخدم الآلة الحزبة بكل سهولة هتحصل على الإجابة واحد وبالتالي اختياري الصحيح هو الاختيار التاني صادت ساوي لغة رتم زاسين للأساس ها عند اي نقطة عليه احدى سياس سيني باي على أربعة السؤال عاوز معادلة المماز لمنحانة دلة عند اي نقطة عليه احدى سياس سيني باي على أربعة طبعا زي ما اتفقنا من شوية عشان اجيب معادلة المماز انا محتاج زوج مرتب وميل يعني محتاج نقطة وميل هو الداني المسقط السيني للنقطة عبارة عن باي على أربعة نقدر بكل سهولة نجيب المسقط الصادي يبقى أنا أقول له صاد عند سين بتساوي باية على أربعة يبقى صاد بتساوي لغارتم زا باية على أربعة اللي هي 45 درجة لغارتم زا 45 يعني لغارتم واحد للأساس ولغارتم واحد لأي أساس يساوي صفر كده أصبحت النقطة اللي أنا هشتغل عليها هي باية على أربعة وصفر كده خلاص هصلنا على النقطة لتمكن لها معرفة الميل الميل هو نتيجة المشتقة الأولى للدلة والدلة الأمامية دلة لغارتمية يبقى أصبح دل صاد دل سين بتساوي واحد على الدلة يعني واحد على زا سين في مشتقة اللي هو قا تربية سين تعالوا نعود عن سين باية على أربعة اللي هي 45 درجة يبقى واحد على زا 45 في قا تربية 45 أحصل على اتنين كده خلاص جبنا الميل اتنين ونقطة عندي باية على أربعة وصفر يبقى معادلة المماس هي صاد نقص صاد واحد يساوي الميل في سين نقص سين واحد يعني صاد نقص صفر يساوي اتنين في سين نقص باي على أربعة ثم نطبط هذه المعادلة بشكلها النهاية هتكون صاد تساوي اتنين سين نقص باي على أربعة ومن خلالها أربعة سين ناقص اتنين صاد يساوي باي وبالتالي اختياري الصحيح لهذا المثال هو الاختيار الرمض شوفوا بعض المثال قبل الأخير حاجة يا ولاد اسمها الاشتقاق اللغاريتمي متى لاجأنا للاشتقاق اللغاريتمي وما هو تعريف على الاشتقاق اللغاريتمي يستخدم الاشتقاق اللغاريتمي يبدأ الطلاب عندما يصعب اشتقاق الدل اللي أمامي بشكل مباشر طيب أنا مش عارف اشتقاها بوضع الحالي إلا لما اخد لغاريتمي للطرفين لتبسيط شكل الدل عشان كده يستخدم الاشتقاق اللغاريتمي في الدواءة التي يصعب اشتقاقها مباشرة مما يتطلب بأخذ اللغاريتم الطبيعي للطرفين لتبسيط العلاقة قبل الاشتقاق تعالوا شوف مثال يا شباب صاد تساوي سين أس سين تربيع نخلي بالنا في هذا المثال الأساس سين متغير والأس سين تربيع أيضا متغير لما أشتق دلة أساسها متغير وأسها أيضا متغير ما عنديش قاعدة تشتقها بالوضع الحالي أبدا وبالمناسبة هذه الدلة لأبناء الطلاب لا يطلق عليها دلة أسين طيب إحنا عايزين نشتقها بالوضع الحالي يصعب اشتقها وبالتالي هقوله بأغز لغاريتم للطرفين بس طبعا لغاريتم للأساس الطبيعي يبقى أنا أقوله مباشرة بأغز لغاريتم للطرفين للأساس الطبيعي يبقى أصبح الطرف الأيمن لغاريتم صاد للأساس ه يساوي لغاريتم سين أس سين تربيع للأساس ه بعد ذلك هستخدم قواعد اللغاريتمات إحنا عارفين أن الأس اللي هو سين تربيع ممكن ينزل معامل وبالتالي أصبحت لغاريتم صاد للأساس ه عبارة عن سين تربيع لغة رتمي سين للأساس هي أبدأ حالا بقى أشتاق الطرفين بالنسبة للطرف الأيمن طبعا أنا أشتاق بالنسبة للسين يبقى واحد على الدلة في مشتاقتها يعني واحد على صد في دل صد دل سين الطرف الأيصر حاصل ضرب دلتين الأولى في مشتاقة الثانية زائد التانية في مشتاقة الأولى الأولى اللي هي سين تربيع في مشتاقة الدلة التانية الدلة التانية هي دلة لغة رتمية اللي هي سين للأساس وبالتالي واحد على سين زاد التانية اللي هي الغرت المسين للأساسة في مشتقة السن تربيع اللي هو 2 سن خلالي بقي إنكوا أبداية طلاب أنا محتاج دل صاد دل سن الطرف الأيمن واحد على صاد دل صاد دل سن يبقى أنا هضرب طرفي المعادلة في صاد عشان يكون الطرف الأيمن هو دل صاد دل سن يبقى أصبح دل صاد دل سن عبارة عن صاد مضروبة في هذا المقدار هذا المقدار بعد اختصاره سن تربيع في واحد على سن هحصل على سن بعد ذلك قد بقالي اتنين سين لغرية سين للأساس كده خلاص جبنا دل سات دل سين ولكن يفضل إن أنا أشيل الصاد اللي أمامي ووضع ما كانها سين أس سين تربيع يبقى أصبح دل سات دل سين عبارة عن سين أس سين تربيع في سين زائد اتنين سين لغرية سين للأساس يبقى نخلي بالنا أثناء الطلاب لما أجهر اشترك دل أساسها متغير وأسها متغير لا يجوز اشتقاقها بشكل مباشر بأكد تاني يا ابناء طلاب محدش يستعجل ويشتقها بشكل مباشر لازم تاخد لغرية للطرفين للأساس الطبيعي ليه؟ عشان ما عنديش قاعدة تشتق متغير أس متغير نشوف مع بعض المثال الأخير في هذا اللقاء المثال بيقول هو أيضا برضو هنستخدم فيه قاعدة الاشتقاق لغرية إذا كانت صد تساوي جاسين أس سين فإنه أوجد المشتقة طبعا المطوب هنا إيجاد المشتقة الأولى لهذه الدل طبعا برضو هنا متغير أس متغير منفعش اشتقاقها بشكل مباشر وبالتالي يقوله بأغز لغرية للطرفين أصبح الطرف الأيمن لغرية مصاد للأساسة يساوي لغرية مجاسين أس سين للأساسة ثم الأس سين هينزل المعامل يبقى لغرية مصاد للأساسة تساوي سين لغرية مجاسين للأساسة كده أصبح يمكن اشتقاق هذه الدلة بسهولة بعد أغز اللغرية الطبيعية للطرفين بالنسبة للطرف الأيمن لغرية مصاد تشتق واحد على الدلة في الشتقة يعني واحد على صاد في دل صاد دل سين الطرف الأيمن الأيصر هيشتق كحاصل ضرب دلتين الأولى اللي هي سين في مشتقة لغرية مجاسين للأساسة هتبقى واحد على جاسين في جاتا سين يعني ممكن نعتبرها جاتا سين على جاسين كده قلنا الأولى في مشتقة التانية زائد التانية اللي هي لغرية مجاسين للأساسة في مشتقة الأولى اللي هي بوع أنا محتاج دل صاد دل سين يبقى لازم أخلص من الصاد اللي أمامها يبقى أنا أقوله بالضرب طرفي هذه المعادلة في صاد يبدو الطرف الأيمن دالصاد دالسين عبره عن صاد مضروبة في سين زاتا سين جيت منين زاتا سين لحظوا أن جاتا سين على جاسين يدينا زاتا سين طبعاً زائد لغرية جاسين للأساسي بعد ذلك يفضل مصيرهاش بها هذا الشكل أشيل الصاد الموجود أمام القوس وضع مكانها جاسين أساسين يمكن أصبح الشكل النهائي هو جاسين أسسين مضروبة في سين زا تسين زائد لغرية مجاسين للأساسين كده يا ابناء الطلاب انتهينا من لقاء اليوم اتعلمنا فيه إزاي نشتاق الدلة القصية وإزاي نشتاق الدلة لغرية مية الدلة القصية عشان نشتاقها قلنا نفس الدلة في مشتاقة قصها في لغرية مية أما إذا كان الأساس طبيعي نفس الدلة في مشتاقة قصها فقط بينما في الدلة اللغرية مية ذات الأساس العادي اشتاقها قلنا واحد على الدلة في مشتاقتها في لغرية مية للأساس الموجود أما لو كان الأساس هو الأساس الطبيعي يبقى نقول اشتاقها واحد على الدلة في مشتاقتها بكده ابناء الطلاب انتهينا من لقاء اليوم مع الوعد باللقاء في المسبوع القادم إن شاء الله في بدة التفاضل والتكامل كان معكم الأستاذ رفاة حمزة مع قطيب تمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله